موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميث في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 2 اليونت الثاني الدرس الثاني عنوان الدرس I am from Iraq أنا من العراق موجود بصفحة 24 من كتاب الطالب وتمارين موجود بصفحة 22 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 24 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة I am from Iraq أنا من العراق وهي عنوان الدرس وبأسفلها منطيني خريطة العراق وكذلك علامة العراق أسفل الخريطة مكتوب map of Iraq خريطة العراق كلمة map كلمة جدا مهمة يجب أن أحفظ معناها لأن رح تفيدنا بالدروس القادمة بهذا الدرس رح ناخذ مجموعة من الكلمات المهمة جدا يجب أن أحفظ معناها هذه أول كلمة نحاول نكتبها بالدفتر map معناها خريطة map of Iraq خريطة العراق إذن هذه خريطة العراق وبجانبها مكتوب Iraqi flag Iraqi flag معناها العلم العراقي flag علم كذلك هاي كلمة مهمة جدا يجب أن أحفظ معناها رح تفيدني بدروس قادمة حتى بالمراحل القادمة إذن بداية الدرس منطيني خريطة العراق وعلم العراق وبكاتب أعلاها I am from Iraq أنا من العراق إذن من خلال بداية الدرس أو مقدمة الدرس رح نعرف أن هذا الدرس كله يتحدث عن العراق وكذلك رح ناخذ بعض الكلمات المهمة اللي تفيدني بالتحدث عن بلدي إذن map خريطة و flag علم أسفلها مكتوب listen and read استمع وقرأ محادثة بين عادل إذا تذكرون هذه الشخصية اللي أخذناها بدرس السابق هذا الشخص اسم عادل أخذنا بدرس السابق مجموعة من الشخصيات من ضمنها هذا الشخص اللي اسم عادل إذا تذكرون where is عادل from من عين عادل من يا بلد إذا حافظيهن مثل ما وضحنا بدرس السابق عادل is from Iraq أو he is from Iraq إنه من العراق كذلك هاي الشخصية الثانية اللي هي شخصية Sam where is Sam from من عين سام Sam is from England أو he is from England إنه من إنجلترا إذا المحادثة بين عادل وسام يطلب من أندي أني listen استمع and read وأقرأ استمع المقطع الصوتي اللي هي عبارة عن هذه المحادثة أتبعوا لي المقطع الصوتي وبعدها أحاول أقرأ مثل ما أقرأ بالمقطع الصوتي بعدها رح أقراها آني وأوضح المفردات المتعلقة بهذا المحادثة وشن المطلوب حفظة منها نستمع المقطع الصوتي أول شي track 30 listen and read hi Sam my name's Adel hello Adel where are you from I'm from Iraq I live in Baghdad what about you I'm from England I live in London إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتبعنا بالمحادثة مع المقطع الصوتي يحاول التلميذ يقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي أنا رح أقرأها بصوت واضح وكذلك أوضح مفرداتها الشخصية الأولى اللي هي شخصية عادل يتحدث مع سام يقول له hi Sam مرحبا يا سام my name's Adel اسمي عادل names هاي المختصر my name is my name is Adel أنا اسمي Adel name زائد is اختصرناها وخرنا الآي من is وخلينا بدالها comma سام يرد عليها hello Adel مرحبا يا Adel where are you from من أين أنت أخذنا هذا السؤال بالدرسة السابق where are you from من أين أنت إذا سألني يقول لي where are you from أقول لي I am from Iraq أنا من العراق I live in Baghdad أنا أعيش في بغداد إذن I am from أنا من زائد البلد I am from Iraq أنا من العراق بينما live I live أنا أسكن لازم أذكر اسم المحافظة أو المدينة أقول I live in Baghdad أنا أسكن في بغداد what about you ماذا عنك I am from England أنا من إنجلترا I live in London أنا أعيش في لندن طبعا لندن هي عاصمة إنجلترا وبغداد هي عاصمة العراق مثل ما رح نجي نوضح من المعلومات القادمة بأسفل هذا النشاط مكتوب practice the conversation تدرب على المحادثة إذن يقومون اثنين من التلاميذ واحد يأخذ شخصية عادل والثاني يأخذ شخصية سام ويدربون على هذه المحادثة يقول له my name is عادل أو my name is علي أو my name is محمد الشخصية الثانية يقول له hello محمد أو hello عادل أو hello أحمد where are you from من أين أنت الشخصية الثانية يرد عليها I am from Iraq I live in كربلا مثلا النوبي يرد عليها تلميذ الآخر I am from Iraq I live in بغداد إلى آخره إذن يدربون على المحادثة مثل ما سوا عادل وسام بعد ما استمعنا وقرينا ووضحنا مفردات المحادثة ودربنا على المحادثة ننتقل للنشاط الآخر listen and read استمع وقرأ ما يحتاج نستمع المقطع الصوتي هنا أنا منطيني information file information file يعني ملف معلومات رح تواجهنا هاي الكلمات بالمراحل القادمة information file جدا مهمة نحفظ معناها معناها ملف معلومات ملف معلومات حول إراك العراق وملف معلومات حول إنجلند إنجلترا هنا أنا منطيني معلومات عن العراق مثلا العاصمة اللغة الجو أو الطقص كذلك معلومات عن إنجلترا وبعد قليل رح يسوي مقارنة بين العراق وإنجلترا فهنا أنا رح نقرأ المعلومات نحاول نحفظ هاي المعلومات لأنها معلومات شفوية جدا مهمة شنه يعني استاذ معلومات شفوية جدا مهمة يعني من الممكن للإستاذ يسير لك داخل الصف أو بالامتحان الشفوي يقول لك what is the capital of Iraq ما هي عاصمة العراق فهسا مثل ما رح نجل نوضح لازم أنا حافظ عاصمة العراق اللغة اللي يتحدثوها الطقص وكذلك عاصمة لندن اللغة اللي يتحدثوها والطقص هل أني معلومات إحنا حنفظيهن مسبقا لكن باللغة العربية نانا رح نحفظها باللغة الإنجليزية فأول كلمة يجب أن نحفظ معناها على مواد نقدر نجاوب على المعلومات الشفوية الخاصة بهذا النشاط هي the capital city capital أخذناها سابق معناها كبير capital letter معناها الحرف الكبير أما capital city يقصد بيها العاصمة what is the capital city of Iraq ما هي عاصمة العراق نحن نعرف أن عاصمة العراق هي بغداد فأقول له باغداد فهنانا إذا عرفت معنا كلمة capital city العاصمة رح أقدر أجاوب على السؤال الشفو المتعلق بهذا النشاط capital city عاصمة what is the capital city of Iraq ما هي عاصمة العراق it is بغداد إنها بغداد سألني سؤال ثاني what is the capital city of England ما هي عاصمة انجلترا لازم أعرف أن عاصمة انجلترا لندن فأقول له it's London فهذه الأسئلة الشفوية جدا مهمة من الممكن يسأنيها لساعد داخل الصف أو حتى بالامتحان الشفوي المتعلق بنصف السنة وأخير السنة فأعيد الأسئلة what is the capital city of Iraq ما هي عاصمة العراق التلميذي جاوب it's Baghdad إنها بغداد what is the capital city of England ما هي عاصمة انجلترا it's London إنها لندن سؤال ثاني language language معناها اللغة what language do they speak in Iraq أي لغة يتحدثون في العراق فالتلميذ لازم يعرف أن language لغة اللغة الخاصة بإراك العراق هي اللغة العربية Arabic فأقول له it's Arabic سؤال ثاني what language do they speak in England ما اللغة التي يتحدثوها في إنجلترا England فأقول it's English إنها اللغة الإنجليزية فlanguage معناها لغة language لغة أما الفقرة الثالثة weather weather معناها الطقس how is the weather like in Iraq كيف يبدو الطقس في العراق فأنا لازم أعرف the weather is hot حار and dry وجاف hot معناها حار و dry معناها جاف إذن weather معناها الطقس فلازم أعرف أن الطقس العراق hot and dry ساخن أو حار وجاف how is the weather like in England كيف يبدو الطقس في إنجلترا mild and wet معتدل و رطب إذن mild معناها معتدل wet معناها رطب هذا ما يخص المعلومات الخاصة بإراك العراق وإنجلند إنجلترا نحاول نحفظ عاصمة العراق عاصمة إنجلترا ونعرف أن كابتل معناها عاصمة language اللغة Arabic اللغة العربية in Iraq في العراق وإنجليش اللغة الإنجليزية في إنجلترا language لغة weather الطقس hot and dry حار وجاف in Iraq في العراق mild and wet معتدل و رطب in England في إنجلترا بعد ما كتبنا المعلومات في الدفتر وحاولنا أن نحفظها وعرفنا معانا ذنك كلمات ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say استمع و قل ask and answer اسأل و أجب كذلك محادثة بين سام و عادل سام يسأل و عادل يجاوب يطلب من أنني استمع المقطع الصوتي و أردد بعده بعدها أسأل و أجاوب أسأل زميلي عن هذن الأسئلة رح يسألها إن سام العادل و زميلي جاوبني طبعا هذن الأسئلة ليسألها إن سام أسئلة شفوية جدا مهمة بالامتحان الشفوي سواء كان داخل الصف يسألني يا جساد أو بالامتحان الشفوي متعلق بنصف السنة و آخر السنة فمثلا ما يحتاج نسمع المقطع الصوتي السؤال الأول سام يسأل عادل يقول له ما هي عاصمة العراق إذن هذا السؤال اللي سألناه قبل دقيقة ما هي عاصمة العراق ذكرنا أنه لازم نحفظ دانيش المعلومات الشفوية عن ما نقدر نجاوب هاي لسئلة فهذا السؤال الأول ما هي عاصمة العراق التلميذ الآخر يجاوب إنها بغداد إنها بغداد يسأل سؤال ثاني What language do you speak أي لغة تتحدث يسأل منه يسأل عادل العراقي إذن What language do they speak in Iraq أي لغات يتحدثون في العراق فيقول له I speak Arabic أنا أتحدث العربية سأل سؤال ثالث What is the weather like in Iraq كيف يبدو الطقس في العراق فيجاوبه It's hot and dry أنه حار وجاف نفسي لسئلة من الممكن أن الأستاذ يسألني يعمل داخل الصف لكن بدل إراك يخلي إنجلند فيسألني يقول لي What is the capital of England ما هي عاصمة إنجلند إنجلترا أنا حفظت المعلومات أقول له It's London إنها لندن يسأل السؤال الثاني What language do they speak in England أي لغات يتحدثون في إنجلترا فما أقول لعربيك أقول له They speak English يتحدثون الإنجليزية سألني سؤال الثالث What is the weather like in England كيف يبدو الطقس بدل إراك خلالي إنجلترا فأنا لازم حافظ المعلومات اللي أخذناها قبل دقيقة فأقول له It's mild أنه معتدل ورطب هذا ما يخص هذا النشاط لنرسل الأسئلة الشفوية جدا مهمة بالامتحان الشفوي الخاص بامتحان نص السنة وكذلك أخير السنة بالإضافة إلى التحضير اليومي اللي يسألني يا الأستاذ بداخل الصف نحاول نكتبهن بالدفتر ونحفظهن ننتقل إلى كتاب النشاط Read and write أقرأ واكتب كذلك نفس المحادثة بين عادل وسام لكن هنا المحادثة ناقصة يطلب من أني أني أكملها بالكلمة المناسبة فمثلا عادل يقول Hi Sam My فراغ is عادل شنو الكلمة المناسبة للفراغ إذا ترجعون للكتاب الطالب وتقرون المحادثة بأن عادل وسام راح تعرفون الكلمة الناقصة هي كلمة name My name is عادل أنا اسمي عادل بالمحادثة اللي بكتاب الطالب مختصر name و is يسويها names شايل للآي وحاطب مكانها سام يرد عليها يقول له Hello عادل مرحبا يا عادل Where are you فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ هذا السؤال ليس لها عن بلده فيقول له Where are you from من أين أنت إجابة I am from Iraq أنا من العراق I live in فراغ أنا أسكن في فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ وين يسكن عادل؟ عادل يسكن في بغداد فاقول I live in Baghdad أسكن في بغداد What about you؟ ماذا عنك؟ قل I am from فراغ أنا من فراغ يا دولة ينتمي إلها سام؟ حفظناها بهذا الدرس والدرس السابق From England I am from England أنا من إنجلترا I live in London أنا أعيش في لندن إذن كمّلنا المحادثات المتعلقة بعادل وسام هذا مجرد نشاط يختبرني إذا أذكر المحادثة اللي أخذناها بداية الدرس لما أذكرها الكلمات المتعلقة بيها ننتقل للنشاط الآخر Write about yourself أكتب عن نفسك أهناني سألني يقول لي What's your name؟ ما اسمك فأني لازم أجاوبة عن نفسي إهنان الإجابة تعتمد على رأيي التلميذ كل تلميذ يكتب اسمه بس ما يكتب فقط اسمه يكتب الجواب كامل يقول My name is زائدا اسمي أنا شنو اسمي؟ أقول له My name is اسمي هو طاها أريد الجواب كامل My name is طاها تلميذ يكتب My name is محمد تلميذ آخر يكتب My name is أحمد تلميذة أخرى تكتب My name is سها إلى آخره إذن أكتب My name is زائدا اسمي لأن طلب من عندي أني أكتب عن نفسي write about yourself number two ثانيا where are you from؟ من أين أنت؟ بما أن نسأني where are you from؟ من أين أنت؟ فلازم أجاوب عن البلد أخذناها بالدرس السابق فأقول له I am بما أن نسأني لي where are you؟ أنت؟ فأقول له I am أنا I am from أنا من زائدا بلدي إراك I am from Iraq أنا من العراق number three ثالثا where do you live؟ أين تسكن؟ هذا سؤال جديد where are you from؟ من أين أنت؟ يطلب من عندي بلدي where do you live؟ أين تسكن؟ يطلب من عندي المدينة أو المحافظة فش أقول له؟ أقول له I live in بغداد أنا أسكن في بغداد أو I live in كربلا أسكن في كربلا إلى آخره فمثلا أقول I live in كربلا أسكن في كربلا number four رابعا what languages شنو معنى language؟ أخذناها بداية الدرس وقلنا هاي الكلمة جدا مهمة يجب أن نحفظ معناها language معناها لغة what language؟ ما اللغة؟ do you speak؟ التي تتحدثها فعن اللغة اللي أتحدثها هي اللغة العربية فأقول له I speak Arabic أنا أتحدث العربية بعض التلاميذ قد يقول أنا أستاذ كذلك أتحدث اللغة الإنجليزية فش أقول له؟ أقول له I speak Arabic and English العربية والإنجليزية هذا ما يخص هذا التمرين يطلب من عندي أني أكتب عن نفسي اسمي بلدي المحافظة اللي أسكن بيها واللغات اللي أتحدثها ننتقل للنشاط الآخر كذلك information file ملف معلومات قلنا information file معناها ملف معلومات لكن عن يا بلد عن جوردن جوردن هي الأردن كذلك من طين الكابيتال سيتي شنو معنى كابيتال سيتي؟ تذكروها حفظتوها لو ما حفظتوها؟ كابيتال سيتي معناها العاصمة what is the capital city of جوردن؟ ما هي عاصمة الأردن؟ هو كاتب لياها أمان language اللغة what language do they speak in جوردن؟ من اللغات اللي يتحدثوها في الأردن؟ يتحدثون العربي اللغة العربية والوذر الطقس what is the weather like in جوردن؟ كيف يبدو الطقس في الأردن؟ لازم أعرف أنه mild مؤتدل and dry وجاف بعد ما قرنا ملف المعلومات يطلب من عندي look انظر إلى هذا ملف المعلومات and write the answers واكتب الأجوبة محادثة بين استاذ والتلميذة مالتة يسألها يقولها what is the capital of جوردن؟ ما هي عاصمة capital عاصمة of جوردن؟ عاصمة الأردن حفظنا العواصم؟ إضافة إلى عاصمة العراق وعاصمة إنجلترا نجل نحفظ عاصمة الأردن what is the capital of جوردن؟ ما هي عاصمة الأردن؟ فتقولها it's إنها أمان إنها عمان هذه المعلومة أولى لازم أحفظها السؤال الثاني كذلك هاتمرين مهم وأسئلتها مهمة what language do they speak؟ ما اللغات التي يتحدثوها؟ من قصد جوردن الأردن ما اللغات التي يتحدثوها أو ما اللغة التي يتحدثوها في الأردن؟ فتقولها they speak هم يتحدثون Arabic اللغة العربية سألها سؤال الثالث قلها what is the weather like؟ كيف يبدو الطقس in جوردن في الأردن؟ الجاوبة it's إنه mild معتدل and dry و جاف mild and dry معتدل و جاف هذا ما يخص هذه المحادثة؟ دلننا لسئلة الثلاثة اللي هي what is the capital city of جوردن؟ ما هي عاصمة الأردن؟ it's عمان إنها عمان what language do they speak in جوردن؟ ما اللغة التي يتحدثوها في الأردن؟ it's Arabic إنها اللغة العربية what is the weather like in جوردن؟ كيف يبدو الطقس في الأردن؟ mild and dry معتدل و جاف هذه الأسئلة جداً مهمة أضيفهم للأسئلة اللي أخذناها من قبل دقائق أسئلة شفوية جداً مهمة يسألني ياها الأستاذ بالامتحان الشفوي المتعلق بامتحان نصف السنة وكذلك أخير السنة بالإضافة للتحضير بداخل الصف هذا كان درسنا هذا اليوم أخذنا بيه ثلاث بلدان اللي هو إراك العراق والمعلومات المتعلقة بيه England انجلترا وكذلك المعلومات المتعلقة بيه و جوردن الأردن والمعلومات المتعلقة بيه the capital العاصمة الخاصة بكل بلد language اللغة الخاصة بكل بلد والوذر الطقس الخاص أو المتعلق بكل بلد لأن المعلومات جداً مهم أني أحفظها بالإضافة إلى معاني الكلمات اللي هي capital language weather information file جداً مهمة أني أحفظ معناها لأن تفيدني بالإجابة على الأسئلة الشفوية المتعلقة بهذا الدرس ختاماً شكراً لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظائفة تحبوا ما تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة